السلام عليكم كنتمنى ان شاء الله تكونوا مزيانين تكونوا بقاسة الاحوال الفيديو دي اليوم عنا بريكم طريقة سهلة باش نعملوا مهرس بالجانب ديال سفيفة او تفيراء او ترسم كيف ما كتلاحظوا وبإمكاننا نعملوهم عواد الترسم طريقة سهلة ومبسطة كنتمنى ان شاء الله هاد الفيديو هاده يجبكم وديكم طريقة سهلة ومبسطة اما على هاد الجوهر اللي عملت هنا ايا فالرش ما شاركتها معاكم حتى الطريقة ديالتن بات شاركتها معاكم حتى هاد الهديبات شاركتها معاكم الدابا ما نطولش عليكم دزون التطبيق من اللي وصلت من الجهات تانية كيف ما كتلاحظوا عملت هنا افنيتو او ليبرا في المكان اللي خسني نعمله هاكدا باش يجو جو الجهات خذفاتياتهم الى لاحظوا فانا ما كنت استعمل لها مرمى لاحظة شي حاجة خدمة عادي شنو هو فقط من اللي كان نجين نبت كنعمله هاكدا باش كتشيني الخدمة السهلة الالوان كنعمل كيف ما لاحظوا دهبي غوز آآ سومو صفر دهبي غوز صومو صفر كنعملهم بتسلسوا مع بعطيتهم باش يجو الالوان معوطين يعني هنا قصنا نعمل الغوز انا نعمل اربعة ديال جوهات ونجي لها نجي لمنتصف ديالو نعمل الخيط ونعمره اربعة ديالجوهارات فانا عملت اربعة ديالجوهارات بيمكنكم تعملوا خمسة بيمكنكم تعملوا الساب بيمكنكم تعملوا ثلاثة العدد اللي بغيتو فهذا اول درس اللي كنت عن موديل تنبات اللي اتذكرته وكنتم متبعين معايا الكورس التعليمي فانا قلت لكم احتاجوا هاد الغرزة هادي بزاعة ديالمرات هاحنا يحتاجنا هنايا وعملناها في هاد العرشات هادو في التنبات كنعملوها بزاعة اللي ما مع عمره ما تعلمت تنبات حاولت نجيب توف ومرمه وتدرب عليها تعمل خط مستقيم وتدرب عليها اكثر من مرة لانا مزاف ديالمرات كتجينا لحاجة في تليفون سهلة يعني بالعين ديالنا سهلة ولكن مليكن جيو نجربوها بيد دينا كتجينا شوية صعبة ولهذا دائما حاجة نحكم عليها حتى نجربوها بيد دينا لانا كيف ما كان نقولو حنا يا بالعينين كل شي كي جي سهل طريقة كيف ما نحطوه سهلة بالسايف بامكانكم تعملوها عواد تراسن بامكانكم تعملوها عواد القيطان بامكانكم تعملوها في جند ديال السفيفة كيف ما قلت لكم في جند ديال الرندا كي بقى الاختيار ديالكم في انت عملوها اما الالوان كي بقى على حساب شنو عندكم اه فانا عملت هاد الالوان هادو وعملتم نفسهم بالجوه المهرز دورت يعني هم باش يجي واحد سناسو بالنسبة للعدد ديال الالوان كي بقى على حساب الدوق ديالكم كل واحدة والدوق ديالا كيني ما كتبغيش اه جلابها في هالالوان كينلي كتبغي لون واحد كينلي كتبغي اه المشاقات كينلي كتبغي يعني الالوان بزاف كل واحدة والدوق ديالا نعلي انا كيف مكان قل لكم دائما ننوريكم هير الطريقة اللي كان نخدم بيها انا اما الدوق اه كل واحدة والدوق ديالا فاتبارك الله عليكم حتى انتم ما كتعرفوا ولهذا دائما اه الى شوفتم مني او مش وحدة حاولوا دائما تشوفوا الحاجة اللي عجبتكم والحاجة اللي ما عجبتكمش حاولوا تديوا فكرة انتم ما شوفوا اللي ناسلكم كندون طريقة ما كيناش اسهل من هكدا الطريقة ديالا سهلة ومبساطة كنخدم معاكم وكنتهاود معاكم ولكن دائما انا مني كنخدم وكنهدر عندي منعمل شي غالط ولهذا ضروري كنهدر معاكم وكنشوفوش عملت شي حاجة ها انا كنزيارة التوب بليبره في الجانب باش يساعدني على الخدمة لانه مخسنش نخدم ووووووووو تتوب مرخي لما فت تخدم بهكذا فبإمكانها تخدم بالمرمى أنا كندون الخدمة هكذا سهلة علاش لأن هاد هاد طريقة هدي دغيك نخدموها إلا جينا باش نخدموه بالمرمى يعني كل خانسة عشر دقائق خسنا نزولوا المرمى ونعملوها في متاع آخر يعني عندي عبزة في ديال الوقت ولهذا حاولوا تجربوه بالمرمى وردوا لي الخبر ودبا جينا هاد هو اللون اللخراني لأن عملوه فكنتمنى ان شاء الله هاد الفيديو هاد ينا لإعجاب تيالكم ما عرفتوا شي حاجة فاقولوها لي إلا إجهاش شي موديل على حسب الطلب اللي خصكم تزوما منشاركوا معاكم علاش الله تلالي الخيط وهنا تلالي هماخت ننوقف كنتمنى ان شاء الله هاد الفيديو هاد ها هو يكون لإعجاب تيالكم حتى الطريقاتكم مفهومة وتكونوا استفدتوا ان شاء الله من الفيديو أما الموديل ها هو كنتمنى ان شاء الله يكون إعجبكم والطريقاتكم مبساطة ومع فيديو جديد ان شاء الله وشكرا شكرا